الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره أكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقف إلى جانب الأردن ملكا وحكومة وشعبا وتدعم القرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته فيما عبر فلسطينيون عن مساندتهم للأردن الفلسطينيون قيادة وشعبا يؤكدون دعمهم لاستقرار الأردن الشقيق التوأم ومساندتهم له ووقوفهم إلى جانبه ملكا وحكومة وشعبا في ظل تأكيدات شعبية على أن الأردن هي رئة ثانية للفلسطينيين يتنفسون منها هواء العالم هذا ناهيك عن علاقة الأشقاء التي تجمع الشعبين على امتداد التاريخ نحب كشعب فلسطيني استقرار الأردن لأنه امتداد لشعبين الشعب الفلسطيني والشعب الأردني هي دمدومة مستمرة ما بينهم من الأفضل لكشعب فلسطين استقرار الأردن الله يجيب اللي فيه الخير حماية الأردن وحماية أهل الأردن وشعب الأردن والشعب فلسطيني كمان قلبا وقالبا مع حكومة الأردن وشعب الأردن الاردن القلب النابط للشعب الفلسطيني نحن بدون الاردن لن يكون هناك شعب فلسطيني الاردن هي التي حوات اللاجئين الفلسطينيين هناك وما زال الشعب الفلسطيني يعيش في ظل الدولة الاردنية واحنا مع الاردن قلبا وقالب الاردن رئة الريئة اللي بتنفس منها احنا احنا توئم نحن مع الشعب الأردني كلبا وقالبا وكلوبنا مع الشعب الأردني وكان الرئيس محمود عباس أكد في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية وفا دعم القيادة الفلسطينية لكافة الإجراءات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة خصوصا وأنه صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة نحن نعتبر أمن واستقرار الأردن هو جزء من أمن واستقرار فلسطين ونعتبر الأردن هو العمق الاستراتيجي لفلسطين وبالتالي الموقف الذي أعلن عنه سيد الرئيس محمود عباس ليس في موقفه التضامني مع الأردن الشقيق ومع جلالة الملك وغلي عهده ودعمه لكل الإجراءات التي اتخذت للحفاظ على أمن واستقرار الأردن الداخلي لكن أنا بحب أكد مرة أخرى أن فلسطين بكل مكوناتها السياسية والمجتمعية هي تقف إلى جانب الأردن حب الأردن ومكانته الخاصة هي واحدة من القضايا التي لا يختلف عليها الفلسطينيون باختلاف انتماءاتهم اليوم يتفق الشارع مع قيادته وفصائله على مساندة الأردن في كل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أمنه القومي من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا